موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حياكم الله نشرة أخبارنا من قناة عدن الفضائية نستهلها بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية صحيفة 14 من أكتوبر مثل تاريخا يروي قصة مجل وحكاية زمن في سفر الثورة موسيقى الجيش الوطني يحرر جبل استراتيجي بالجوف وينفذ عملية نوعية بالبيضاء موسيقى مصرع عدد من ميليشيات الحوث بنيران الجيش الوطني غرب تعز موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أجرف خامة رئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بقائد لواء الخامس حرس رئاسي رئيس عمليات محور تعز العميد عدنان روزيك للإطمئنان على صحته ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث في طريق المضاربة تعز وعبر الرئيس عن تمنياته العميد دار زيق بالصحة والعافية لكي يواصل مع رفاق دربه معارك الشرف والبطولة وتحرير من تبقى من تعز من عبث ميليشيات الحوث الإيرانية من جانبه عبر قائد اللواء الخامس حرس رئاسي رئيس عمليات محور تعز عن تقديره لرئيس الجمهورية ولفتته الإنسانية النبيلة آمنا له توفيق وسداد في مهامه الوطنية مؤكدا على مواصلة الهدف الذي نذر نفسه وحمات الوطن من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر ما تبقى من الميليشيات تلقى فخامة الرئيس عبد ربو منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من محافظة المهرة راجح سعيد باكريت الذي وضع فخامة الرئيس أمام المستجدات والتطورات التي تشهدها محافظة المهرة في جوانب التنمية والخدمات المختلفة في ظل اهتمام وعناية فخامة الرئيس بمحافظة المهرة التي تنعم بالهدوء والسكينة ولتعويضها سنين المعاناة والحرمان طوال عقود مضت واثنى فخامة الرئيس على جهود مبذولة لتحقيق الاستقرار المنشود بمحافظة المهرة مؤكدا على همية التكامل والتعاون والتنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة في طار المحافظة مشيدا بالوعي الذي يتحل به ابناء المحافظة والذي سينعكس بدوره ايجابا من خلال الاستقرار ومشاريع البناء والتنمية في اطار الموارد المحلية وكذلك الموازنة العامة مشيدا بدعم الاشقاء في هذا الصدد ووقوفهم الدائم مع اليمن وامنه واستقراره من جانبه عبر المحافظ باكريت عن تقديره وابناء المهرة كافة لمتابعة واهتمام فخامة الرئيس لاوضاع المحافظة مشيرا في هذا الصدد الى جهود ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم في اطار مكافحة التهريب وخدمات الشواطئ وغيرها من مشاريع الخدمات والبنى التحتية التي تطلع لها المحافظة واوضح المحافظ انه يجري تنفيذ عدد من مشاريع طرقات في مختلف مدريات المحافظة بدءا من الغيضة الى حوف مثمنا جهود فخامة الرئيس وتوجيهاته باهمية تعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة وتوجيه في هذا الصدد بانشاء قوة لمكافحة الارهاب وتأمين المحافظة التي تنعم بالاستقرار والسكينة العامة قال فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية ان ذكرى الخمسين اليوبل الذهبي لانطلاق صحيفة الرابع عشر من اكتوبر تمثل تاريخا بالذاته ويروي قصة مجد وحكاية زمن في سفر الثورة والجمهورية باعتبارها ليست مجرد تاريخ وميلادي حدث بل تمثل واقع وطن وفصل من قصة كفاح وطني كتب ابجدياته شعبنا الجمني وتعمد وارتوى بدماء شهدائنا الابرار الذين قدموا الغالي والنفيس لينير دروب الحرية والانعتاق لصنع قصة وطن ومسيرة كفاح وضف فخامته في مقاله الافتتاحي بصحيفة الرابع عشر من اكتوبر بمناسبة مرور خمسين عاما على انطلاقها ان الحديث عن اكتوبر الثورة والصحيفة الاسم والمسمى حديث دوشجون بما يحمله من قيم ودلالات ومعنى وما يجسده فيها حدث التحرر والانعتاق من رمزية وايقونة النضال لتتويج محطاته الناصعة واستدرد فخامته قائلا وها نحن اليوم نبدأ فصلا جديدا وقصة وطنية اخرى في سفر الثورة ومحطاتها ومنعطفاتها تواصلا لمسارات الكفاح ومألاته التي ترفض ولا تقبل مطلقا قوى الاستبداد والعبودية والكهنوت التي تحاول مجددا لطلال باشكالها وأوجهها المختلفة على حاضرنا لوأد مستقبل أجيالنا وهو ما لن يقبله شعبنا اليمني من أجل ذلك يقدم تضحيات الجسيمة في محراب العزة والكرامة ودفاع عن حياض الوطن في وجه القوى الانقلابية الغاشمة من ميليشيات إيران الحوثية التي لن يستسيغها أو يقبلها اليمنيون مطلقا ولا يمكن لها الإطلال من كهوف ومغارات التاريخ في محاولتها العبثية البائسة للعودة بعجلة التاريخ إلى الوراء مهما عبثت ودمرت واستباحت مقدراتنا بأدوات ووسائل أعداء الأمة والهوية والوطن إيران ومن يواليها وسننتصر حتما بتعاون أشقائنا لطوي صفحة هذا الفصل الأليم كي ننطلق بقوة وثبات نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد المساند والفاعل لأشقائه ولكي نتجه صوب الإعمار والبناء والتنوية وطنا وإنسانا بمفهومها ومعناها الشامل وأكدنا صحيفة الربع عشر من أكتوبر مثلت طوال خمسة عقود من الزمن الراصد والمؤرخ لأحداث الوطن وتفاعلات الحياة ونبض المواطن بتجاذباتها وتداعياتها المختلفة وهذه وظيفتها الذي نذر القائمون عليها طاقاتهم وجهودهم في سبيل حرية الرأي والكلمة والاستمرارية في ظل فضاء الإعلام المفتوح والمتاح لكل الوسائط والوسائل الإعلامية مع أفضلية البقاء والديمومة للإعلام الهادف والمتزن وحي فخامته صحيفة الربع عشر من أكتوبر والقائمين عليها ومن تعاقب على قيادتها وإدارتها وعمل في أقسامها وأروقتها المختلفة للحفاظ على هذا المنبر الإعلامي المميز الذي يمثل عنوانا للثورة والوطن في الماضي والحاضر والمستقبل بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد البطل عميد الركن حمود بن مرشد ركن ثاني عمليات المنطقة العسكرية السابعة أثناء مرابطته في ميادين الشرف والبطولة وشار فخامة الرئيس في البرقية لمنقب الشهيد وتضحياته في ميادين الشرف والبطولة والفدا في سبيل استعادة الدولة والانتصار للوطن ودحر قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية كما عبر فخامة الرئيس عن أصدق تعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه من متسبي الجيش الوطني سائلنا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة الجو فاللواء من العكيم لطلاع على الأوضاع في المحافظة وشد نائب الرئيس بالبطولات التي يساطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال تحرير مناطق المحافظة وما حققوه من اتصارات كبيرة مثمنا الدعم الأخوي لدول تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشدد نائب رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير والتوجه لإعادة الإعمار والبناء والعمل على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية وتقديمه للتضحيات والجهود المبذولة من جانب عبر محافظ المحافظة عن تقديره الاهتمام ودعم القيادة السياسية مشيرا إلى ما تحقق على صعيد استكمال التحرير وما يتحل به المقاتلون الأبطال من معنويات قتالية عالية كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساف استشهاد العميد الركن حمود بن مرشد ركن ثاني حمليات المنطقة العسكرية السابعة وهو يؤدي واجبه الوطني في ميادين الشرف والبطولة وشد نائب رئيس بمنقب الفقيد وبطولاته وما قدمه من تضحيات وجهود عسكرية طيلة حياته علاوة على ما اتصف فيه من حسن القيادة والجدية والإخلاص في أداء مهامه المنوطة به وعبر نائب رئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواسال وسرة وقارب الفقيد ولزملائه ولرئاسة هيئة الأركان سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد البطل العميد الركن حمود بن مرشد ركن ثاني عمليات المنطقة العسكرية السابعة الذي استشهد أثناء ما كان مرابطا في ميادين الشرف والبطولة وشهد رئيس الوزراء بمناقب الشهيد وتضحياته التي سطرها في ميادين الشرف والبطولة والفداء مقدما روحه رخيصة لأجل السعادة الدولة والانتصار للوطن ودحر قوى الانقلاب وكذر رئيس الوزراء أن دماء الشهداء لن تذهب هذر وستصنع فجر النصر بهزيمة الميليشيات الحوثية الإيرانية كما ستنتصر للإرادة الوطنية في إقامة الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني معبرا عن صادق تعازي وعظيم مؤساته لأسرة الشهيد وأقارب وزملائه من منتسبه الجيش الوطني سائلنا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان كما وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة الداخلية بتحقيق في الأموال التي تم القبض عليها صباح اليوم في منطقة العرب جبل يافع والمقدرة بمئة وستين مليون ريال يمني وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعقب مصادر الأموال المضبوطة والقبض على المتورطين والمتاجرين بتهريب العملة الوطنية وتجريفها من الأسواق والمضاربة بها للإضرار بالاقتصاد الوطني وحث رئيس الوزراء وزارة الداخلية على سرعة تحريك الجهات الأمرية والتنسيق مع الجهات الاستخباراتية والقضائية والمالية وتقديم الحقائق الكاملة عن ملابسات الأموال المضبوطة والكشف عن الشخصيات التي تقف وراءها ونشرها للإعلام بكل شفافية وحياد أدى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صلاة الجمعة في جامع حقات بالعاصمة المؤقتة عدن مع عدد من الوزراء وشخصيات الاجتماعية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية بعدن وجموع المصلين وقال خطيب الجمعة إن الوطن ومقدراته والحفاظ على أمواله وسلامة أراضيه أمانة كبيرة لا يجوز التغافل عنها أو إهمالها مهما بلغت حالة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للدولة أو المواطن وشار إلى أن الوطن يمر بحرب شاملة فرضتها ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران على الدولة هدفها مسح الفكر والهوية العربية في أرض اليمن التي عرفت بنصرتها للحق وقال الخطيب نحمد الله الذي وهبنا لنا أخوة في الدم والعقيدة والجغرافية سندا وعونا لفخامة الرئيس وللشعب اليمني من أعداء الأمة ولنا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بارة كبرى ولنا في الاستجابة الأخوية العاجلة لدعم الريال اليمني والاقتصاد مثل آخر في نصرتنا على دعاة الشر وسافكي دماء الأبرياء من ميليشيات الحوثي ومن على شاكلتهم إيران وأتباعها الإرهابيين طلع السفير السعودية لدى اليمن محمد أهل جابر على نشاط محطة الحاويات بميناء عدن برفقة عدد من أعضاء الحكومة واستمعوا إلى شرح مفصل حول أداء المحطة وخططها المستقبلية لسيما أنها محطة الحاويات الرئيسية في اليمن والقادرة على استعاب جميع أنواع السفن ومنولة الحاويات وتعرفوا على احتياجات محطة الحاويات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة وعبر السفير السعودي عن إعجابه بنشاط ميناء عدن وتحصن في أدائه مؤكداً اهتمام المملكة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن في جميع النواحي الاقتصادية والإنسانية وبما يعزز كذلك الدور الريادي لميناء عدن الاستراتيجي الذي يمثل البوابة الآمنة وشريان الحياة البحرية لاحتياجات اليمن في إطار جهود التحالف العربية التي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي وعودة مؤسسات الدولة كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانع عدن محمد مزربة وعدد من قيادات المؤسسة والميناء شارك وزير الكهرباء وطاقة المهندسة عبدالله لكوع في المنتدى الأول لتحالف دولية طاقة الشمسية الذي أقيم في أبوظبي في إطار أسبوع الطاقة المستدامة ووضح في كلمتي أن الحجم الكبير لطاقة الشمسية في اليمن بمبادرة ذاتية من المواطنين على أسطح المنازل والتي قد تصل في مجملها إلى أربعمائة ميجاوات بما يعزز مستقبلا في استخدامات الطاقة المتجددة وكذا على همية اتخاذ الوسائل الكفيلة باستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في العالم وتمكن الدول النامية من البرامج الكفيلة لحصولها على تمويلات لازمة لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية بما يساهم في تغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بكلفة رخيصة أكد وزير الشؤون الشرق الأوسط البريطاني لستير بيرت أن بلاده ستواصل دعمه لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقلبيرت خلال إجابته على أسئلة نواب مجلس العموم البريطاني حول اليمن سوف نواصل دعمنا للتحالف العربي لعادة الشرعية في اليمن الذي يقاتل تمردا خطيرا مدعوما من الخارج بالأسلحة وجداد الوزير البريطاني عزم بلاده لدعم جهود التوصل لحل النهائي في اليمن الشيء الوحيد الذي من شانه أن يضمن إنهاء الأزمة الإنسانية هناك على صعيد ميداني تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبل حبش الاستراتيجي ومناطق عفي والقعيف والتمر في مدرية برط العنان بمحافظة الجوف من سيطرة ميليشيات الحوث الانقلابية الإيرانية وذكر مصدر ميدانين قوات الجيش الوطني خدت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوث الانقلابية لتحرير الجبل والمناطق مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحة بتزامني مع بتزامني نفد قناصون من قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة البيضاء عملية نوعية ضد ميليشيات الحوث الانقلابية أسفرت عن مصرع ثلاثة منهم وقل مصدر ميدانيا نبطل الجيش الوطني والمقاومة بجبهة ناطع نفذ عملية تسلل إلى قرب مواقع ميليشيات الحوث بجبل البير وبيعرف وقاموا بقنص العديد من الميليشيات بما أدى لمقتل ثلاثة وجرح اثنين آخرين مشيرا إلى أن عددا من مجامع الميليشيات لاذوا بالفرار بعد عدم قدرتهم على مقاومة قنص أبطال الجيش والمقاومة قتل أكثر من ثلاثة عشر من عناصر ميليشيات الحوث الانقلابية أصيب ستة وآخرون في مواجهات مع الجيش الوطني في تعز وذكر مصدر في قيادة محور تعز العسكري أن القائد الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعو أحمد عبد الرحمن الموهب لقي مصرعه وثلاثة من مرافقيه أصيب اثنان آخران جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبهة العنين بمدرية جبل حبشي غربي مدينة كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات لميليشيات في منطقة القحيفة بجبهة مقبنة نتج عنها مصرع ستة عناصر من الحوثي وجرح أربعة آخرون غربي تعز وضف المصرون ثلاثة من عناصر ميليشيات قتلوا وتم اعطابوا تقم عسكري بنيران الجيش الوطني في محيط القصر الجمهوري ومعسكر تشريفات شرقي المدينة حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا شرق العاصمة الصنعاء وقلت مصادر ميدانيا أن قوات شرعية تمكنت من السعادة السيطرة على جبل الضبيب ومرتفعات جبل القرن في مدرية نهم شرق الصنعاء بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية واشارت المصادر إلى أن المواجهات استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتكبد فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد نفتت مقاتلة تحالف دعم الشرعية غارات عنيفة استدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية في مدرية حيس بمحافظة الحديدة واستدفت الغارات مركز للقيادة ومخزة الإسلحة تابعة على ميليشيات الحوثي الإيرانية كما استدفت الغارات شاحنة محملة بالأسلحة في المدرية نفسها كانت متجهة إلى جبهات القتال دفعات جديدة من ألوية الحماية الرئاسية تخرج من ميادين تدريب العسكري تقع على عاتقها مهمة تاريخية ومسؤولية ترقى إلى حجم الوطن تاريخ مشرف للحرس الرئاسي ليس من اليوم بل من حين تأبط الحوثيون شرا واعتدوا على منزل الرئيس عبد الربو منصور هادي في صنعاء في لحظات عصيبة وحرقة كان الرد قويا وحازما على هجوم الحوثيين حين ذهب الجيش كله مع العائلة والسيد وبقي الحرس الرئاسي يدافع عن الرئيس عايض ربوك يلا لا عايض ربوك تحرك هذا يا حوثي تحرك 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 من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا تلفون ايش لا عايض ربوك أنت والتلفون سهل التلفون يلا من هنا هربنا كيف يرجع روحك مشه مشه نهان مشه طير امشه باعي ضربوك وبرغم حالة القصف وجو الحرب حينها إلا أن رجال الحرس الرئاسي بعثوا رسالة تحمل معنوية عالية وتسجل موقفا للتاريخ أن هادي هنا ونحن معه ولا نهاب أحد رسالة جديدة يبعثها الحرس الرئاسي اليوم من العاصمة المؤقتة عدن تحمل معاني ودلالات مختلفة وتؤكد واقعا جديدا أن الحرس الرئاسي اليوم مؤسسة أمنية قوية مكتملة الأركان تبنى على أسس وطنية خالصة قادرة على حماية رموز الدولة وسيادتها وتقف سندا تحمي دولة المؤسسات والنظام والقانون وتضع الشعب والوطن فوق المناطق والعوائل والأفراد لكن رسائل أخرى في تقاسيم حفل تخرج دفعات الحماية الرئاسية تفيد أن تهديدا يحيط بالعاصمة عدن من ميليشيا إيران قد أصبح شيئا من الماضي بل يصل مدى تلك الرسالة إلى وجود ألوية الحماية الرئاسية في الخطوط الأمامية لجبهات القتال وهو ما يشكل كابوسا يؤرق ويهدد الميليشيا وداعمها وتظهر رسالة أخرى حادئة قوية لكنها مهمة للغاية النمزاولة الحكومة لأعمالها في العاصمة الموقتة عدن والمناطق المحررة أضحى أمرا طبيعيا للغاية ويجب أن يكون كذلك الظهور المشرف لألوية الحماية الرئاسية بهذا الحفل الرائع والعرض العسكري المهيبة رسم صورة تعبر عن مدى الانتظام والالتزام فيها زاد ذلك يقينا دقة الأداء وتناسق مجمل الصورة الجماعية في حركة عسكرية واحدة تؤكد أن تدريبا عسكريا عاليا تلقته هذه الألوية على يد خبراء عسكريين بارعين يجيدون عملية بناء منظومة عسكرية قوية على أسس علمية وحديثة تقع على الحماية الرئاسية بجميع وحداتها ومناطق تواجدها محمة وطنية كبرى ومسؤولية تاريخية ترقى إلى مستوى الوطن كل الوطن فالموسيقى العسكرية التي عزفتها الفرقة الموسيقية في هذا الحفل من حقات قبلها عرض عسكري بهيج فاكتملت الصورة بين الموسيقى والسير عليها الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخ جيش كان يوما يدوس الأرض بأقدامه شموخا يحمل عقيدة عسكرية سامية أن الولاء لله وحده ثم لهذا الوطن غسان أحمد المرشدي لقناة عدن الفضائية موسيقى تفقد لواء ناصر بارويس رئيس هيئة العمليات ومحمد الردفاني رئيس هيئة التدريب نقاط التدريب القاعدة الإدارية خلال تدشينهما للعام التدريبي والقتالي للعام 2018 وخلال الجولة طلع بارويس على مدى الجاهزية القتالية والعمليات لأفراد اللواء وخلال الزيارة أشهد لواء بارويس والردفاني بمستوى إعداد تلك النقاط التدريبية والنظم المعلوماتية التي احتوتها تلك النقاط من ناحيته أكد رئيس هيئة التدريب أن نقاط التدريب عاكسة الاستعداد القتالي الذي يؤكد استعداد أفراد القاعدة لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم شاهدتم العرض العسكري والنقاط الدراسي التي عرضوها هذه تدل على مدى جاهزية وحدات التامين لتامين القوات بالمطلبات اللازمة لسير الأعمال القتالية نحن نشعر بالارتياح لما يتم وهذا يؤكد لنا بأن الإمداد معنا جاهز وأننا قدر نخوض العمل القتالية في أي مساحة داخل اليمن في أي نقطة في اليمن تفقد لواء روك ناصر عبدالله رويس رئيس عمليات المشاركة في العاصمة المؤقتة مشفى بصحيف العسكري وطلع خلالها على مستوى الدعم المقدم من قيادة القاعدة الإدارية وتكريم قيادتي القاعدة الإدارية والمؤسسة الاقتصادية عدن دشن اللواء روك ناصر عبدالله رويس رئيس العمليات المشاركة صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن العام التدريبي القتالي 2018 لدائرة الإمداد والتموين بزيارة إلى مستشفى بصحيف العسكري اطلع خلالها على مستوى الدعم المقدم من قيادة القاعدة الإدارية الذي مكن من استعادة المستشفى لنشاطه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى العسكريين اللواء روك ناصر رويس السمع من إدارة المستشفى إلى المستوى الذي وصلت إليه خدمات المستشفى بمختلف أقسامه مشيرا إلى أن المستشفى استطاع تخطي حالة الشلال الذي أصابته خلال عدوان الإنقلابين الحوثين على العاصمة المؤقتة عدن منوهين إلى الجهود التي اطلعت بها دائرة التوجيه والإمداد والتموين ممثلة لقيادة القاعدة الإدارية وانطلاقا من روح المسؤولية وحرصا منهما إلى إعادة الروح لهذا المعلم الشامخ الذي لعب دورا هاما في تقديم وتطوير الخدمات الطبية منذ انشائه في منتصف القرن الماضي وحتى الآن في خضم فعاليات تدشين العام التدريبي 2018 تشرفنا اليوم بحضور الاحتفال في دائرة الإمداد والتموين عند الأخ الزميل العميد علي الكود وكذلك بغيث زملاء العاملين في دائرة الإمداد والتموين من ضمن الفعاليات التي قمنا بزيارتها والطراعون عليها طبعا ورش كاملة عندهم في المقر تتمثل في ورش لصناعة الأسرة وكذلك أعمال النجارة وكذلك أعمال الخياطة وأخيرا نتوج زيارتنا بزيارة المستشفى بصحيب المركزي للقوات المسلحة المستشفى الذي كان في يوم من الأيام أشبه بكون فقط لا فيه يوجد أي حاجة ولكن زيارتنا نحن اليوم بعد أن دشن افتتاحها لدولة الأخ رئيس الوزرات دكتور رحمد عبيد بن دغل ومن ضمن فعاليات التدشير للعام التدريبية 2018 نحن قمنا بالزيارة المستشفى وحقيقة الولي الأمانة نقولها بأن أعمال جبارة كبيرة المستشفى انتشل من هذا الكوم أو من تحت الأنقاض إلى الظهر على حقيقته في لفتة من رئيس الجمهورية والقاعدة على قوات المسلحة الرئيس عبد الرب ومسور هادي وضع حجر الأساس دولة الرئيس الوزراء الدكتور رحمد عبيد بن دغل لتأهيل وإعادة تشغيل المستشفى باصيب فمستشفى باصيب الآن وقف على رجله والآن مستعد أن يستقبل جميع الجرحة سواء كان جرحة أو أمراض أو من أي جهة كانت سواء من المقاومة أو من الجيش أو من الحزام أو من المواطنين فمستشفى مفتوح لكل إنسان وأتمنى أنا كنت أنه في هذا اليوم أنه كان يحضر وزير الدفاع الصبيحي محمود الصبيحي لأنه كان أمله إعادة تشغيل وهمه كان إعادة تشغيل المستشفى هذا الله يفتك أسره وكذلك بقيت رفاقه بعد ذلك قامت إدارة مستشفى باصيب بحضور رئيس العمليات المشتركة بتكريم العميد علي محمد الكود مدير القاعدة الإدارية بالعاصمة الموقتة عدن والأستاذ سامي السعيدي المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية بعدن بترسم تكريمي نظيرا لجهودهما في دعم هذا الصرح الطبي العملاق رافق الأخ رئيس هيئة العمليات المشتركة كلا من العميد محمد عمر الجفري مدير دائرة الخدمات الطبية والعميد الركن علي منصور أحمد مدير دائرة التوجيه المعنوي وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين ذوي الاختصاص نظم لواء 22 مكا مدرع بتعاون مع مؤسسة شهيد حفلا تكريميا لجرح الحرب عرفانا بما قدموه من تضحيات من أجل تعز خاصة واليمن عامة تحت الشعار تضحيات قرحانا تحمي أطفالنا وتصنع مستقبل أجيالنا أقام القطاع الأول في اللواء 22 مكا برعاية مؤسسة شهيد بتعز حفلا تكريميا للقرح المبتورين والمشلولين عرفانا بقهود في حماية الأوطان وتضحياتهم الجليلة نناشد حكومة الشرعية بالاهتمام البالغ بجرحى محافظة تعز الذين بترت أقدامهم والذين ما يزالون إلى الآن في المستشفيات في الداخل والخارج لذا نناشد كل الجهات المختصة برعايتهم وعنايتهم وتقديم الواجب لهم حيث وهم قدموا أجسادهم وقدموا من بتل بعض أعضائهم حفاظا على كرمتنا على كرمة وطنهم وعزتهم وعلى كرمة تعز هكذا يبعث اللواء 22 مكا رسائله في مساعدة جرحى تعز واليمن ككل لما لهم من دور إيجابي في التصدي لميليشيا الحوث الإيراني بكل بسالة وشجاعة جرحى تعز بين الإهمال والحرية قدموا أغلى ما يملكون ولكن إهمال واضح بين جراحهم والحاجة نعايم خالد قناة عدن القضائية نشنا نائب وزيرة تعليم الفني وتدريب المهني عبد الربوغانم المحول رسميا دراسة الأكاديمية بكليات المجتمع الحديثة بمنطقة هويرب بمدرية المضاربة ورأس العرب محافظة لحج وكذا نائب الوزير أن هذا الصرح العلمي الجديد درأى دور عقب جهود مخلصة بدلتها الحكومة متمثلة بوزارة التعليم الفني وتدريب المهني وأشار المحول إلى الهمية البالغة للكلية لكونها تتوسط مدريات محافظة عادة لحج تعز وسترفض سوق العمل من مخرجات مهنية عالية عالية المستويات من جالبه ثمن مستشار محافظة لحج وممثل سلطة المحلية للمحافظة وجي أحمد العيري داب قيادة وزارة التعليم الفني وتدريب المهنية الكبيرة الذي تكلل بتحقيق حلم أبناء المديرية في تأسيس الكلية بدور يشاد الأمين العام للمجلس المحلين المديرية دكتور علي أحمد العلقم بطاقات الجبارة التي قامت بها قيادة وزارة التعليم الفنية وتدريب المهنية لإنجاز كلية المجتمع وتحقيقها واقعا ملموسا يستفيد منه أبناء المدرية ومدريات المحافظة المجاورة من جهته من جهته أوضح عميد كلية المجتمع بمدرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحش دكتور علي عبد أزبير أن كلية الكلية في عامها دراسية الأول الجاري وتحتضن فيها 117 طالبا وطالبة يدرسون في تخصصات التمريض والطوارئ والإسعاف الأولية والمحاسبة وبرمجة الحاسوب سلطة المحلية في النديرية ونشكر بخصوصا الأستاذ علي أحمد حسن لما قدمه معنا وما ساهمه معنا في تثبيت هذا الكل في هذه المنطقة الطيبة منطقة فويرب كما نشكر الحمادة والمشايخ وكل من ساهم معنا وأولا نتقدم بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله على هذه اللفتة الطيبة التي تعد جزءا من رد الاعتبار لبناء صباح حالة تحياتهم وما قدمه في هذا الوطن ونشكر الأستاذ الدكتور أحمد عبيد من دغر رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما قدمه وسعاه وأمينها مجلس الوزراء وكل من ساهم في هذه الكلية وندعو المنظمات الفاعلة والحاملة في هذا البلد بأن تسهم وتسهم وأن تقدم الكثير لهذه الكلية وهذا المنطقة المحرومة والذي تعد ووسطا موقعا وسطيا لمديرية الشمايتين والوازعية والباب المندب والمخاء والبريقة وطول الباحة وكثير من مديرية المقاورة وهي ترفض سوق العمل الشباب أبناء البد والرحل وهذه المنطقة نائية ونقول لهم بحاجة إلى مد الكهرباء والترميم السكن والغذاء وكثير من الأشياء وأنا فخورا جدا بإني أكون بين آبائي وطلابي وأخواني في هذه المنطقة والتي تعلمت فيها الحروف الأبقادية الأولى في الصفة الأول الابتدائي في عام 1986 عندما كنت طالبا في الصفة الأول الابتدائي وأنا أشعر بالفخر والاعتزاز بين هذا الكوادر ونشكر الأخ قاعد له محمود صايل قاعد له الثالث حزم على ما قام به وقدم نشكر الأخو الضيوف الأستاذ الدكتور حشام السرقاف حميد كلية المجتمع في عدن الأستاذ الدكتور عوض العلقمي حد كوادر الجامعة في عدن نشكر الأخ العميد المشايخ وكل من سهم وأنا أقول لأبنائنا الطلاب أن يشدوا حيلهم ونحن نعور عليهم الكثير وإن شاء الله أنهم عقدت السلطة المحلية بمحافظة الصعد اللقاء الموسع الأول لأبناء المحافظة في عاصمة يقليم سبا محافظة مأرب بحضور محافظة المحافظة لواء هادي طراشان الوائلي في ظل الظلم والجبروت التي تمارسه الميليشيا الإنقلابية الإيرانية على أبناء اليمن عمومة وأبناء صعدة على وجه الخصوص عقدت السلطة المحلية في محافظة صعد اليوم اللقاء الموسع الأول لأبناء المحافظة في عاصمة إقليم سبا محافظة مأرب هدف الرئيسي من هذا اللقاء الموسع هو اللقاء بأبناء محافظة الصعدة هو اللقاء الأول الذي يجمعني بأبناء محافظة صعدة بعد تعييني محافظة لهذه المحافظة ولكن إن شاء الله ليس الأخير سيكون هناك لقاءات إن شاء الله وهالهدف من هذه اللقاءات كيف نوحد جهودنا وكيف نوحد الجهود لتحرير المحافظة وكنس هذه الميليشيا الخبيثة من محافظة صعدة في اللقاء الموسع أكد أبناء محافظة صعدة وقوفهم والكامل في صف الشرعية الدستورية وانحيازهم التام للمشروع الوطني ومناصرتهم للجمهورية والدولة المدنية بعد أن حاولت الميليشيا الحوثية الإنقلابية المساسة والعبث بتلك المنجزات نحن جبرنا على هذه الأشياء وليس بقي لنا أي مجال نراوغ فيه يمين ولا شمال حدونا إلى أقصى الطرق وإلى آخر الطرق وحاولنا فيهم بالاستلم باليمين بالشمال ولا لهم مطلب هم مصرحين من جهات أخرى مثلا مصرحين من إيران ولا فهمنا حتى أنهم هاجمونا داخل البيوت ولكن عملنا اللي قدرنا عليه ولا زلنا مواصلين سيرنا إن شاء الله النهاية الظالم ونهاية المعتدي في الطريق قريبة وأحنا إلىها قادمنا إن شاء الله وعبر أبناء محافظة صعدة عن عميق شكرهم وامتنانهم لأشقائهم في دول التحالف العربي الذين سطروا أروع الأمثلة في صدق الأخوة وحقوق الجوار وأفشلوا المشروع الفارسي الصفوي الذي استهدف اليمن والمنطقة من أجل تحرير المحافظة من يد الميليشيا الإنقلابية الإيرانية تعقد السلطة المحلية بمحافظة صعدة هنا بمحافظة مأرب اللقاء الموسع الأول لأبناء المحافظة رفيق السامعي قناة عدن مأرب جدد محافظة المهر راجح سعيد باكريت على همية تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة في وقتها المحدد وحسب الاتفاقيات المبرمة مع المقاولين مطالبا بمتابعة المشاريع المتعثرة والبحث عن أسباب تعثرها ومعالجتها وإنجازها جذلك خلال لقائه برئيس الهيئة العمالية للعمال الخيرية علي بن إبراهيم بن شنون ومدير فرع الهيئة في محافظة ضفار أحمد بن سهيل قطن بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان المحافظة لمناقشة عددا من المضوعات المتعلقة بتنسيق كيفية والفئات المستحقة من المواطنين والنزحين وتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة ورحب المحافظ برئيس الهيئة العمالية لعمال الخيرية ومدير فرع الهيئة في محافظة ضفار وأبلغهم تحيات المشير عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية مثمنا الدور الرياضي الذي تلعبه سلطنة عمان الشقيقة في دعم محافظة المهرة والتسهيلات التي يحظى بها أبناء المحافظة في عملية تلقيهم العلاج المجاني في مشافية السلطنة تجري حاليا بعدا للسعدادات لتنفيذ حملة واسعة لإزالة البناء العشوائي والبسط والاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين والمستثمرين في عدد من مناطق مدرية البريقة وكان اجتماع برئاسة بودير عام المدرية هاني اليزيدي أقر تحديد مواقع استهداف الحملة في أرضية معسكر دفاع الجوي والمساحة تابعة لوزارة النقل بمدينة الشعب وأرض المملاحة بمنطقة الفارس وغيرها من الأراضي والمساحات المملوكة للقطاع العام والخاص والتي تعرضت للبسط والبناء عليها بطرق غير قانونية من قبل بعض الخارجين عن النظام والقانون استكملت منظمة الهجرة الدولية العام الماضي تنفيذ مشوع عادة تأهيل وتأثيث سبع مدارس بمحافظة شبوة وتأثيثها وإنشاء بعض الملحقات بتكلفة 191 ألف دولار اطلع مدير المشاريع بمكتب المنظمة بعضا المهندس محمد باشافعي ومنسق مشاريع شبوة بالمكتب المهندس مصطفى الضمجي ومستشار المحافظة أحمد الشامي ومدير بكتب التربية والتعليم العام على طبيعة الأعمال المنفذة في مشوع إعادة تأهيل مدرسة باكبيرة لتعليم العام بمديرية عتق وشدد باشافعي على ضرورة إلزام المقاول في عادة تشطيب بعض الأعمال إنشائية بمدرسة الهجير نظرا لمخالفتها لاتفاقية التنفيذ ووجه المهندس المقيم على تنفيذ المشاريع بعدم استلام أي مشروع يخالف المواصفات الفنية والهندسية المحددة في إطار الاتفاقيات من جانبه أوضح المهندس الضمجي أن المنظمة عملت وفي إطار المشروع على تنفيذ برامج تدريب لرفع قدرات الكادر التعليمي في هذه المدارس وزيادة وعيهم القانوني بحقوق الأطفال بالإضافة لتقديم بعض من الوسائل التعليمية وتأثيث لها وبناء دورات مياه فيها وتوزعت المشاريع على مدريات عتق ومرخص سفلاء وعين وعسيلان وردوم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية وبتنسيق من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية نفدت مؤسسة الطيبة التنموية مشروع توزيع معدات طيبة لعدد من المراكز الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن وشميل المشروع ثلاثة مراكز هي مراكز الزهراء بكريتر والأسرة بالمعلى والبساتين بدار سعد وتنوعة المعدات بين خفيفة تتعلق بالإسعافات الأولية وطوال وأخرى متوسطة للمختبرات العمليات الصغرى وجاء استهداف المركز بالمدريات لكونها تستهدف شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود حضرة التين كل من صالح الذيباني مدير مركز الملك سلمان وجمال بلفقي رئيس اللجل العلي الإغاثة وإشراق الغوري مدير البرامج الصحية وممثل وزارة الصحة احتفلت بمديرية بيحان بمحافظة شوى بتحريرها من ميليشيات الحوث الإمامية الإنقلابية بعرس رياضي ووحدوي كبير وتوجى فريق ريدان بيحان توجى بكأس البطولة عقب فوز على فريق سبأ حريب مأرب بركلة الترجيح في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العلية ببيحان وانتهى شوطي المباراة التي دارها الحكم أمين الفقير بتعاضي إيجابي بهدف لكل فريق وفي المهرجان الرياضي حيى الأمين العام المجلس المحلي عبد الرب هشلة ناصر حيى الجموع الغفيرة التي امتلأت بهم جبنات جنبات الملعب على دورهم في عودة مختلف مناشط الحياة العامة إلى بيحان بعدما عاشت لثلاثة أعوام عجاف في ضلال مرعبة من الخوف والقمع والقتل وتشريد على أياد ميليشيات الموت والدمار الحوثية الانقلابية وفي نهاية المباراة قام الأمين العام هشلة والقيادات العسكرية والإدارية المشاركة بتكريم طاقم حكامها ولعبية الفريقين بالميداليات والشهادات التقديرية وفي خبرنا الرياضي الأخير أيضا احتضنا ملعب وزير بمدرية المعالة لقاء كرويا جمع فريقي قدام نادي الشمسان وقدام نجوم محافظة عدن في أربع لية الفقيد مع توق خوباني وسط حضور رسمي وجماهري منقطع نظير تتقدمهم قيادات من السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ووزارة ومكتب الشباب والرياضة لقاء كروي احتضنه ملعب وزير بمديرية المعالة وسط حضور رسمي وجماهيري منقطع النظير تتقدمهم قيادات من السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن وقيادات من وزارة الشباب ومكتب الرياضة بعدن في أربعينية فقيد الحركة الرياضية ونجم نادي الجزيرة سابقا الفقيد مع توق المرحوم يمثل بالنسبة لي خالي واليوم في هذا في هذه المناسبة أتذكر تماما خالي واختباطه بالحركة الرياضية والرياضة وكل من قال ليحتفي اليوم بهذه الأربعينية كان عبارة 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 عن تكريم وتقدير وتشريف بل واستذكار ذلك التاريخ الكبير والعظيم اليوم عدن تتذكر فقيدها الكبير معتوه خوباني في الأربعينية شمسا يقدد وفاءه لأحد أبنائه الذين ترحلوا عن هذه الدنيا رياضين عدن وشخصيات عدن ورياضة عدن اليوم في مساحة مشتركة لتقدم الوفاء من صلب تاريخ عريق كان الفقيد جزء منه من خلال مشوار رياضي وتحكيمي وإداري لوحة رياضية قدمها نجوم نادي شمسان ونجوم محافظة عدم من نجوم الكرة العدنية في الزمن الجميل قدموا فيها لوحة رياضية متميزة جسد فيها كوكب من نجوم كرة القدم رسالة وفاء وعرفان للفقيد خوباني له أيضا أخل وهو الذي كما أقول دائما رأيه بأنه لا يتكرر هو الكابتن عبدالله خوباني وأيضا أنيس خوباني هذه الأسرة يعني أسرة رياضية يعني من أيام الأخ الأكبر عبده خوباني وأحمد خوباني وقميع الأسرة كانت أسرة رياضية الفقيد يعني يعتبر من منهامات عدن في الرياضة كلاعب في السبعينات وحكم يعني من الثمانينات إلى إلى التسعينات بالضبط المسبة للمرحوم مع تلخوباني يعتبر شخصية رياضية غنية عن التعريف كلاعب كقيادي كإداري كحكم كرة القدم ويعني كان عاشق للرياضة بشكل كبير وسط هتافات الحاضرين في مدرجات الملعب انتهى اللقاء الكروي بفوز النجوم شمسان بهدف مقابل لا شيء لنجوم عدن تم فيها تكريم أسرة الفقيد بكأس البطولة تكريما وعرفانا لأحد أهم الكوادر الرياضية التي خدمت الرياضيين والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن لقناة عدن الفضائية وضاحة شليلي عدن وبتقرر زميل وضاحة شليلي تنتهي نشرة الأخبار نعود ونذكر بها ما جاء في النشرة من أنباء رئيس الجمهورية صحيفة رابع عشر من أكتوبر مثل تاريخا يروي قصة مجل وحكاية زمن في سفر الثورة الجيش الوطني يحرر جبل استراتيجي بالجوف وينفذ عملية نوعية بالبيضاء مصرع عدد من ميليشيات الحوث بنيران الجيش الوطني غرب تعز هكذا مشاهدين الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من قناة عدن الفضايا دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة